كانت له صلة بأبي جعفر المنصور وكان أبو جعفر المنصور يطلب نصيحته وصيته وأبو جعفر المنصور هو الخليفة الثاني من خلافاء بني العباس بعد أخيه أبي عبد الله العباس بعدما توفي تقلد ذلك المنصب منصب الخلافة أبو جعفر المنصور ويعد المؤسس الحقيقي لدولة بني العباس لما لأنه تخلص من خصوم ويعني تخلص أيضا من أناس من وجهة نظره كانوا يهددون استقرار واستمرار بني العباس في الحب ونقول دائما ونؤكد على ما نقول بأن تصرفات بعض الولاة أو الخلفاء لا علاقة لها بالإسلام من قريب أو بعيد فالإسلام يدعو إلى العدل وإلى الإنصاف وإلى حقن الدماء وأنه لا يحل دم مرئ مسلم إلا بأحدى ثلاث بيعني كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس والسيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة وقد رد الإمام الأوزاعي على يعني عم السفاح بمثل ذلك الجواب لما قال له يعني ماذا ترى فيما فعلناه من بني أمية أو هو جهاد أم ليس جهادا لما أزلناهم عن الحكم فقال يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى ثم سأله عن دمائهم التي أزهقت يعني هي تلك الدماء التي أزهقت كانت بحق أم بغير حق فدلل بحديث النبي ورد به لا يحل دم أمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث السيب الزاني أو السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة فالتصرفات في واد وأحكام الإسلام هي السابتة الراسقة في واد آخر فلا يحمل الإسلام ما لا يحتمل ولا نتغنى كثيرا بالحديث عن الأمجاد إنما نذكر الإيجابيات وأيضا نحذر من بعض السلبيات التي وقع فيها هؤلاء البشر فهم بشر ليسوا معصومين فالخليفة أبو جعفر المنصور كان يطلب النصح من الإمام عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي ويقول له أوصني وهذه أمانة في عنقك ولذلك رد عليه الإمام بردود رائعة ماتعة في رسالة بعث به إليها وفي لقاءات أيضا التقى به في بلاد الشام ثم التقى به ربما في بلاد العراق رضي الله تعالى عنه أرضاه فكان يأتي الخليفة أبو جعفر إلى بلاد الشام فيستدعي الإمام الأوزاعي ليستمع لبعض نصائحه وكانت تروق له تلك النصائح لما يلمس فيه من الصدق والإخلاص مع عفة النفس وأنه كان متجردا شديدا نصح لله ولرسوله وللمسلمين ولأئمة المسلمين وعامتهم وكما قلنا لم يكن نفعه قاصرا على المسلمين فقط بل كان على المسلمين وغير المسلمين فلما مات إمامنا شيعته كل الطوائف من مسلمين ومن نصارى ومن يهود كانوا يسيرون في جنازته رضي الله تعالى عنه وأرضاه فمن ضمن نصائحه لأبي جعفر المنصور قال له عليك يا أمير المؤمنين بتقوى الله عز وجل وتواضع يرفعك الله يوم يضع المتكبرين في الأرض بغير الحق أي يزلوا ويكسروا ويخضعوا ويحطوا من قدر المتكبرين في الأرض بغير الحق عليك يا أمير المؤمنين بتقوى الله وتواضع يرفعك الله يوم يضع المتكبرين في الأرض بغير الحق يا أمير المؤمنين إنك تحمل أمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من راع يسترعيه الله تعالى رعية يبيت لها وهو غاش لها أو يبيت غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه ريحا أو رائحة الجنة ما من راع يسترعيه الله رعية يبيت غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه رائحة الجنة ثم قال له واعلم يا أمير المؤمنين أن قرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزيد حق الله عليك إلا وجوبة لأنه من نسل عبد الله بن عباس أي ابن العباس بن عبد المطلب فهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم تضاعف عليك للكزام وتضاعف عليك أمر القدوة فقرابتك من النبي صلى الله عليه وسلم تجعلك امتدادا لما كان عليه النبي من العدل والإنصاف عليه الصلاة والسلام واعلم أن قرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزيد حق الله عليك إلا وجوبا يا أبير المؤمنين من كره الحق فقد كره الله فإن الله هو الحق المبين فلما وصلت الرسالة لأبي جعفر المنصور فطلب من الإمام الأوزعي ألا ينشغل عنه وأن لا يتركه من مثل تلك النصائح الرائعة والنافعة والماتعة فقال له الإمام الأوزعي أفعل ذلك إن شاء الله قال له لا تخلني من مطالعتك من قدومك علي بمثل هذا فإنك المقبول غير المتهم في النصيحة قال الأوزعي أفعل إن شاء الله